دشنا الرئيس السنغالي ماكي سال الخميس مقراً إقليمياً للأمم المتحدة قرب العاصمة دكار والذي سيعنى بكافة عمليات الهيئة الدولية في البلد الأفريقي مقر الأمم المتحدة الذي أقيم على موقع مساحته 13 هكتاراً في مدينة ديامينديو الجديدة على بعد حوالي 30 كم عن دكار سيعنى بمنطقة غربي ووسط أفريقيا وسيدم 34 كياناً تابعاً للأمم المتحدة ومقراتها في السنغال فضلاً عن موظفي تلك الوكالات وعددهم 2400 موظف